موسيقى حملة الاحتجاجات ضد حكومة بنيا من نتنياه الخامسة انطلقت اليوم من اللطرون بقافلة سيارات تحمل الأعلام السوداء والأعلام الإسرائيلية שקתם طريقها إلى الكنיסת. هنا حيث تجمع مئات المحتجين ضد التعديلات القانونية التي يسعى لها شركاء نتنياه בית המשפט היום בהג מוכן לתת לכולם להסתובב חופשי כי הוא יודע שבית המשפט העליון בישראל שומר על החוקה ברגע שלא יהיה בית המשפט אז לא יהיה מי שישמור על החוקה ולכן כל קצין יואשם בהריגה ברגע שהוא יוצא מהארץ והוא יעצר וזה מה שהולך לקרות كان من المفترض اليوم أن يبدأ نتنياهו في خوض מראטון سمن القوانين التي تمكنه من تعيين אריה דרעי وزيرا هذه التغييرات הוא هي ما يتظاهر ضده المحتجون ויבדו أنهم لن يتوقفوا אתם תראו אותנו עוד הרבה יותר הרבה יותר אנחנו נפגין זה רק ההתחלה היום זה הקליאה הזקה הראשונה אנחנו נהיה בכל מקום אנחנו נפגין يתחיל עכשיו רצף של הפגנות يתחילו עכשיו רצף של מהלכים משפטיים רצף של אירועים תקשורתיים אנחנו לא נוותר אנחנו לא ניתן לאף אחד לשנות ה-DNA של הדמוקרטיה במדינת ישראל في التظاهرة التقينا ישראל الذي بدأ في التظاهر ضد نتنياهو منذ عام 2016 وهو العام الذي طورض فيه من الليكود بسبب انتقاداته لسياسة نتنياهو وفساده היום אני מפגין היו אמורים להתחיל את תהליך של חקיקת חוקים אנטי דמוקרטיים בעליל אנטי פשיסטיים בלתי מקובלים על פני כל קני מידה לא צריך להיות ימני או שמאלני זה פשוט מטורף ואני בא להפגין נגד זה שמאלנים בודדים סכנה في تظاهרתי أيضا חדרה משה מירון קרחו ליסרי גינה الخائינינה כמה יصיפה ولكن الحقيقة אנמניה תظاهרה هنا ימיני יונה וקיידת עסקרית סابقة וישראלי יונה יוקליקו هم מוסתקבלו ישראל בין עיידי בן גביר וסמוטריץ' הרבה מאוד אנשים מבינים שהמשטר בישראל נמצא בסכנה הרבה מאוד אנשים מבינים שהקואליציה העתידית רוצה לבטל את הדמוקרטיה הרבה אנשים מבינים שזה יפגע בכל אחד ואחד מהם הרבה אנשים מבינים שהמהלכים שהם רוצים לעשות לריסוק מערכת המשפט יביאו לכך שלפוליטיקאים, לממשלה יהיה כוח בלתי מוגבל יופתרדו ען תסוות על כנסת גדן על אכתייה לרעיסי כנסת מן הליכוד ומעה יופתרדו ען יבדע נתניהו סנקווניניה לירדיה שורקאה من اليمين الفاشي الذين بتصاعد مطالبهم يرتجه نתניהו لطلب تمديد المهلة الزمنية من رئيس الدولة أربعة أيام إضافية لتشكيل حكومته الخامسة أفاد تقرير أوردته القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن الاتلاف الحكومي المرتقب برئاسة نتניהו يعتزم اتخاذ إجراءات لتقليص نفوذ منصب المستشار القدائي للحكومة عبر تقسيم صلاحيات المنصب في محاولة لجعل السلطة التنفيذية متحررة من توصياته ووفق التقرير فإن الاتلاف الحكومي الذي سيضم الليكود وشركائه من المتدينين المتشددين وتيار الصهيونية الدينية لا يعتزم إقالة المستشار القدائي للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا عبر إصدار قرار مباشر إلا أنه سيتبنى مبادرة وزير القداء المنتهي ولايته جدع ساعر بتقليص نفوذ المنصب وتوزيع صلاحياته على منصبين مستقلين ووفق القناة الثانية عشر عارضت المستشارة القدائية مشروع القانون الذي يعتزم ائتلاف نتنياهو سنه وينص على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي بموجب مطالب رئيس حزب عثمى يهوديت الفاشي إتمار بنكفير المرشح لتولي الحقيبة عبر قيادون من الجنوب عن أسفهم لقيام رؤساء سلطات محلية في منطقة الجليل بالتوقيع على عارضة لإنفاذ القانون في النقاب قدمها رئيس مجلس لهافيم كان من المبادرين لتشكيل ميليشيا بارئيل المسلحة والتي تتحدث عن إنفاذ القانون في النقاب الذي يشكل 60% من مساحة إسرائيل وسكانه يقومون بتنفيذ حلم بنكوريون على حد تعبيره تبينوا وتثبتوا إذا كان هناك بعض الرؤساء العرب الذين ختموا على هذه الوثيقة بعلم أو بغير علم أنا أنصح أن يقوم هؤلاء بالفحص والتبين لأنه ما يخص أهل النقب أو الميليشيا بشكل عام التي تقوم ضد العرب وتأخذ القانون لأيديها نحن في دولة قانون المفروض عدم قيام مثل هذه المؤسسات عدم تأييدها وعدم الختم لها من قبل رؤساء المجالس طبعا نحن لا نوافق على إقامة الميليشيا التي أقامها بارك باسم منظمة برئيل والتي تقوم بالتنكير بالعرب وملاحقة العرب في منطقة الجنوب بحجة انعدام الأمن والنظام ويطالب رئيس مجلس الهافين بتحويل سجن النقب الصحراوي كسجن لقضايا الأمن الشخصي في ظل إعلان قائد شرطة اللواء الجنوب اللواء بيرتس عمر مؤخرا بأنه من المخطط تشكيل شرطة للبدو وفصلها عن شرطة النقب بهدف عدم نقل الجريمة من البلدات العربية إلى البلدات اليهودية في الجنوب يؤصفني جدا أن هناك خمس رؤساء بلديات ومجالس عربية من الشمال وقعوا على العريضة التي طلبها منهم رئيس مجلس الهافين والذي يدعي فيها إلى أقامة ميليشيا لعرب النقب تحديدا التي أقامها المتطرف الموك كوهل من عدسمايهودية وهذا يعني على الأقل رئيس مجلس عليه أن يعتذر لعرب النقب لأن هذه الميليشيا كما تعلم هي أقيمت بن أجل ملاحقة أبناء النقب تحديدا الرؤساء العرب عقبوا أن توقيعهم على العريضة جاء في أكتوبر العام الماضي ضمن مؤتمر لرؤساء سلطات المحلية بحث مع وزير الأمن الداخلي قضية العنف وأوضحوا أن التوقيع جاء على ما ورد في العريضة فقط بدون التطرق لميليشيات مسلحة علقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لافتات عند مدخل باب المغاربة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك تشجع على اقتحامات المستوطنين لباحاته وفي قبة الصخرة في انتهاك فاضح للوضع القائم في الحرم وأزالت سلطات الاحتلال لافتة وضعتها الحخمية الرئيسية الإسرائيلية منذ عشرات السنوات وتنص على حذر اليهود من الدخول إلى الأقصى المبارك وجاء فيها إنه يحذر بموجب قانون التوراة على أي شخص الدخول إلى منطقة جبل الهيكل إثرى قدسيته وكتب في أحدى اللافتات الجديدة التي تشجع على خرق الوضع القائم في الحرم مديرية صاعدنا إلى جبل الهيكل ترحب بالحجاج وتتقبل صلواتكم بالحسنات مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وزارة الصحة توصب وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والتجمهرات لتقليل انتقال العدوى وحماية الفئات المعرضة للخطر وكبار السن حيث أنهم الأكثر عرضة للإصابة الصعبة بالمرض بسبب الفيروس نسأل هل أن الكورونا موجودة ولا أنه لا من شقة إحنا إذا نتطلع كيف عايشين نقول أنه لا لأنه كله مفتوح إحنا اليوم أول ما نروح بأي محل نلاقي فيش كمامات فيه توصية على الكمامات بسبب فيش إجبار للكمامة من شقة تانية إذا نطلع على الأرقام بالنسبة للكورونا وإصابة الكورونا في بعض أرقام نحن نحكي معدل ألف وستمائة شخص مصاب كل يوم بالكورونا والرقم اللي أنا كتير بشكل عام أنا بشدد عليه هو رقم المرضى الموجودين في المستشفى اللي هنا بوضع خطر نحن نحن نحكي اليوم في عنا 1666 شخص اللي هو موجود في المستشفى بوضع خطر من الكورونا فهذا الأرقام بتدل أنه إحنا موجودين في موقف أو في محل اللي الكورونا بعدها معنا وبعدها إحنا عم نشوفها بس في الأسف إحنا كعايشين كيف إحنا عم نعيش إحنا ما نقوله نفيش كورونا فعشان هيك مهم جدا إحنا ما بدنا إغلاق وإحنا ما بدنا أن نقول بدنا نعيش مع الكورونا إحنا بدنا نعيش ونعتاش مع الكورونا بس بمسؤولية تشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات المؤكدين بالكورونا وفي عدد الإصابات الصعبة تزامنا مع فترة الأعياد والمناسبات حيث أن الأسواق تبقى مفتوحة كليا مما تقع المسؤولية الكاملة باتخاذ تدابير الحذر والوقاية والالتزام بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة طبعا في تخوف كبير من الفترة إحنا فيتين عليها لأنه في عنا ارتفاع في حالات العدوى في الإنفلونزا والكورونا مع بعض لا ننسى أنه إحنا بعدنا بأول فصل الشتاء وبعدنا الأرقام بعدها بأولها وإسا من اليوم إحنا عم نشوف فيه كثير ضغوطات على صناديق المرضى وعلى المستشفيات فيش عندنا محل أقصام لمراض الداخلية والوسائل هي كثير بسيطة البعد والكمامة كيف حكينا والتهوئة نحافظ عليها أن دولا أثبتوا حاليا كثير مهمين الكمامة كثير بتساعد منع انتشار المرض والبعد والتهوئة طبعا التطعيم الإنفلونزا والكورونا اللي بعده ما اتطعمش يتطعم الإنفلونزا والكورونا خصوصا للفئات اللي هي في خطر عشان نمر للفترة اللي جاء علينا بشكل أهوى من دون كثير أضرار مع الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بالإنفلونزا خصوصا بين الأطفال وهو ما حذرت منه الهيئات الصحية التي أكدت أيضا رز طفرات جديدة لفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية تنشط مع دخول فصل الشتاء يرى الطباء أن تلقي اللقاحات اللازمة واتباع الإجراءات الوقائية أمر يمنع تفشي العدوى والمضاعفات الناجمة عنها لقيا عاملان مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة جراء انهيار سقالات خشبية بورشة بناء في مستوطنة جفعادزي إيف شمالي غرب مدينة القدس المحتلة وقالت تواقم الإنقاذ والإطفاء إنها عملت على تقليص الضحايا الذين كان بعضهم عالقين تحت استقالة حيث تم إنقاذ ثلاثة عمال وصفت حالتهم بالطفيفة فيما اضطرت التواقم الطبية الإعلان عن مصرع عاملين اثنين بعد فشل كافة الجهود التي بذلت لإنقاذ حياتهم قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهاما ضد الشاب أمير القرناوي البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاما من مدينة رهد في النقب زعمت من خلالها إنه نفذ عملية دهس في بئر السبع قبل ثلاثة أسابيع أسفرت عن إصابة متوسطة وفي بيانا عممته النيابة العامة على وسائل الإعلام أشارت إلى أنه في نهاية التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام الشباك والشرطة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهاما ضد الضالق ريناوي في مبادرة تسعى إلى تعزيز دور النساء في المفاوضات من أجل السلام وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظمت جمعية إتاخ معاكي ورشة تدريبية على إدارة المفاوضات شاركت بها سيدات فلسطينيات ويهوديات تتبوآن مناصب رفيعة في المجتمع في عنا أكتر من هدف أول هدف هو زيادة عدد النساء والمشاركة الفعالة للنساء في المفاوضات وفي كل المداولات اللي بتتم حول الأمن والسلام هذا أمر أولي الشغل الثاني هي إنه إحنا نحاول نفتح أمام هاي النساء الأبواب الدبلوماسية ليقدروا إنه يلتقوا بسفارات بسفراء بدبلوماسيين بأشخاص اللي هن إلهن صلة بمجال المفاوضات وبمجال اتخاذ القرار بما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نفتح قدام البواب لحتى يتعرفوا عليهم وعشان إذا بصير فيه أو إذا فيه حاليا فيه مبادرة اللي هي متعلقة بالمفاوضات سواء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة إنه نتأكد إنه النساء يتم إشراكهن في هاي العملية وشاركت 27 سيدة في تدريب حيث عقد كل لقاء في سفارة أجنبية مختلفة بهدف الاستفادة من المهارات والخبارات لدى المختصين في هذه السفارات في إدارة المفاوضات وحل النزاعات ومن أجل تهيئة مجموعة نسائية لديها القدرات على إدارة المفاوضات وأن يكون لهن دور فاعل في توصلي إلى اتفاقيات بين الشعبين وتأتي أهمية مثل هذه المبادرات خاصة عندما ندرك أن عمليات بناء السلام التي تشارك فيها النساء هي الأكثر استدامة فوفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فأن اتفاقيات السلام التي تشارك فيها النساء تصمد على الأغلب لمدة 15 عاما أكثر من تلك التي تحرم فيها النساء من المشاركة أعلن مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين عن استشهاد الطفلة الفلسطينية جنة مجد عصام زكارني البالغة من العمر 16 عاما إثر إصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين هذا وأصيبت طفلة الشهيدة برصاص الاحتلال بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين وأصابت فلسطينيين اثنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرين بينما ألحقت أدراراً بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية وسط مواجهات اندلعت بمنطقة البيادر هذا واشارك مئات الفلسطينيين في مسيرة غاضبة وحاشدة تنديداً بعملية اعدام الطفلة زكارني كما في كل عام يجتمع الناس هنا في ساحة العين في مدينة الناصرة كباراً وصغاراً شيوخاً وشباب للاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد لطائفة الروم الأرثوذوكس بأجواء من الوئام والمحبة رسالة المسيحي كما عرفها التاريخ حفل تهتم بكافة تفاصيله بلدية الناصرة ويرعاه مجلس الطائفة الروم الأرثوذوكس هذا الفرح بهذا العيد المبارك هنا من كنيسة البشارة من هنا كانت البداية هنا بشر الملاك مريم العذراء بأنها ستحبل وتلد ابناً وهو المسيح ابن الله الذي سيأتي ليخلص كل شعوب العالم هذه الفرح وهذا السلام وهذه المحبة نرجو أن تعم كل بلادنا وكل شعوبنا وكل قرانا وبلداننا العربي أنه بهذا الفرح بهذا العيد نبعد عننا كل أفات العنف وكل الأشياء المبغضة التي تضر في مجتمعنا وفي شعبنا بأسم كل أهل الناصرة من عايد على كل العالم من مدينة هاي البشارة من ساحة الروم اللي إحنا الليلة نضوي صجرة عيد الميلاد اللي أكبر أعلى صجرة بالعالم فمن كل العالم كله إن شاء الله بس أمن وأمان وإن شاء الله بحل السلام هاي المدينة مدينة البشارة مدينة السلام أخرى مرة من كل العالم كلك العام وإنتوا بقالوا خير وتفضلوا تعالوا صورونا بمدينة الناصرة مدينة البشارة ليست ساحة الكنيسة فحسب بل كافة شوارع مدينة الناصرة تزينت بالأضواء وضجت بالزوار والمحتفلين في حالة من السعادة وتمنيات المشاركين بأن تكون هذه الأعياد كلمة واضحة ضد ظاهرة العنف المتفشي مبسوطة بأجواء عيد الميلادية بولدة المسيح هللوية هللوية إحنا كثير مبسوطين بأجواء الكريسمس ماركت على الطريق بس هاي أجواء كثير حلوة يعني فيش فرق بين إحنا أخوانا الإسلام كلياتنا واحد ومحبة واحدة وسلام واحدة والجميع وهي بقى الفخير كل عام وانتو بخير نعاد عليكم بالصحة وهدات البال إن شاء الله لكل سنة في هاي الأجواء الميلادية بتقدم للجميع واللي نعيد ميلاد مجيد وكل عام وانتو بقى الفخير وإن شاء الله السنة يعمل السلام على الجميع وتكون سنة سلام وسنة بخير كل عام وانتو بخير المحبة والتسامح ونشر الخير جميعها قيم تتمثل في إضاءة شجرة الميلاد التي تزين مدينة البشارة وتبعث الأمل بمستقبل أفضل في أهلها وفي كافة أبناء المجتمع العربي قالت هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين إن الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان خطير للغاية وبات اليوم أقرب للشهادة من أي وقت مضى وأكد المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبدربو إن كل الجهود التي بذلت من أجل إطلاق سراحه باءت بالفشل ولم تحقق أي نتيجة بسبب تعنط إدارة مصلحة السجون ورفضها الإفراج عنه وأشارت هيئة شؤون الأسرة والمحررين إن أسر سجن عفر قرروا إرجاع وجبتي طعام تضامناً مع الأسيرين المريضين بالسرطان ناصر أبو حميد ووليد دقة يذكر أن الأسير دقة نقل مؤخراً إلى مستشفى برزيلاي الإسرائيلي وتبين أنه يعاني من هبوط حاد في الدم وبعد فحوصاً ضبية خضع لها تأكدت إصابته بسرطان الدم اللوكيميا نظم الأولمبياد الخاص الفلسطيني وبدعم المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مدينة غزة بطولة التحدي لألعاب القوى وذلك بمناسبة يوم الإعاقة العالمي وبالشراكة مع 13 جمعية متخصصة في تدريب ورعاية ذو الإحتياجات الخاصة فعالية اليوم هي يوم الإعاقة العالمي الأفراد اللي سيكون مجدين لهم اللاعبين السنة اللي فاتت كانت مثل هذه اليوم كان عندنا 8 مؤسسات بما يعادل 88 رياضي السنة الحمد لله زادت والمؤسسات صارت عندها رغبة كبيرة في المشاركة صار عندنا 13 مؤسسات تشمل القطاع جميعاً المؤسسات طبعاً زي ما حكيت أنها هي اللي بتحتني في ذوي الإعاقة الذهنية تحدي الكرة الناعمة والجري لمسافة 100 إلى 200 متر ورمي القلة وسباق الكراسي المتحركة تحديات شارك فيها مجموعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مقسمة بين ذكور وإناث وبين اللاعبين كانت الروح الرياضية والتنافسية عالية إحنا اليوم في الفعالية حابين نذكر مش بس شعبنا كل العالم في يوم المعاق إنه إحنا قدرين نعمل وقدرين نتحدى وقدرين نسير بين أي طفل عادي لأنه هاي الفئة تقريباً مش تقريباً هي فئة مهمشة بين العالم أو منبوذة فإحنا هذه الفعالية لتبين لهم إنه إحنا أدها تسليط الضوء على هذه الفئة المهمشة ودعمها وتدريب كوادر بشرية متخصصة لتوفير الرعاية الخاصة لها هو الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسات والجمعيات في قطاع غزة لتنفيذه تلاح Send With Day المبالبخل تنفيذه للخلال يرجى للتنفيذ للجمعيات لا أعrones اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة